ثمن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي العلاقات المصرية الاندونيسية الراسخة والمتميزة مشيدا بمبادرة البرلمان الاندونيسي لإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية المصرية الاندونيسية لتكون منبرا لتنصيق الموقف البرلمانية بين البلدين جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة مجلس النواب الاندونيسي بوان مهاراني على هامش أعمال الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في بالي باندونيسيا وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس النواب الجهود التي تقوم بها مصر لنشر الإسلام الوسطي ومكافحة الإرهاب والدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف في تلك المجالات خاصة في تجديد الخطاب الديني في ضوء اهتمام الجانب الاندونيسي بتلك القضايا ومكانة الأزهر الشريف المتميزة في اندونيسيا ومن جهتها أشهدت رئيسة مجلس النواب الاندونيسي بمستوى العلاقات المصرية الاندونيسية في المجالات كفى خاصة على الصعيد البرلماني معبرة عن تطلعها لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين ترجمة نانسي قنقر